نبقى الآن في جولة سريعة مع أبرز الصحف المحلية والخليجية والعربية حيث لا زال الحدث الأبرز المتمثل بقطع العلاقات مع قطر يتصدر أولى صفحاتها تطلع الصحافة بدورها المهم في نقل الأحداث والكشف عن التطورات السياسية المستجدة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة فلا تزال الصحف المحلية والخليجية والعربية الصادرة تولي موضوع قطع العلاقات مع قطر اهتماما كبيرا فقد عنونت صحيفة البلاد على صدر صفحاتها إنه خلال اجتماع بين جلالة عاهل البلاد المفدة وخادم الحرمين الشريفين تم التأكيد أنه على الغيادة الغطرية تصحح مسار سياستها وأن التدخلات الغطرية الإيرانية امتدت طويلا وإلى صحيفة أخبار الخليج فقد كانت أبرز عنوينها تأكيد ولي العاد أن ما حدث ليس موجها ضد شعب قطر الشغيق إنما ضد دعم الغيادة الغطرية للجماعات الإرهابية ومع صحيفة الأيام التي بيّنت أن للدوحة تاريخا طويلا من الأنشطة العدائية تجاه المملكة كما وتم الكشف عن أبرز عمليات التجسس الغطرية على البحرين وطالعتنا صحيفة الوطن أن الخطوات الجماعية كان لابد منها لمواجهة الأخطار التي تهدد الشعوب الخليجية وتهدف إلى إضعاف هذه الدول والنيل من استقرارها ونواصل جولتنا بأبرز ما جاءت به الصحف السعودية من عنوين على صفحاتها الأولى فقد نغلت صحيفة الشرق الأوسط أن انتهاء الأزمة مع قطر مشروط بتغيير سلوكها وبيّنت صحيفة الحياة أن المطلوب تغيير سياسة قطر وليس نظامها كما وأن ترامب عرض استضافة اجتماع في البيت الأبيض لتسوية الأزمة وأشارت صحيفة الرياض على توسع المقاطعة الدبلوماسية للدوحة وأن الجبير يأمل في أن تسجيب قطر لأشقائها كما وعلونت صحيفة الوطن السعودية أن ثلاثة أيام تهز علاقات الدوحة مع اثنتي عشرة دولة كما وتطرغت الصحف الإماراتية عن قرار العلاقات وبينت صحيفة الوطن الإماراتية أن قطر توصل الانتحار بالتعويل على إيران وتركيا هذا وعلقت العديد من الصحف الكويتية من بينها صحيفة الأنباء أن الجبير أكد أن الإجراءات المتخذة في المنطقة تصب في مصرحة قطر والمنطقة وأن أمير الحكمة يواصل مسعيه والعديد من الصحف الأخرى التي ناقشت بأخبارها ومقالاتها ورسومها هذه الأزمة